موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم على المودة نلتقي معكم أحباء مشاهدي فضائية العراق التربوية أبناء الطلبة طلبة الصف الخامس العلمي ومادة الأحياء وفصل التغذية والهضم وأتناول معكم اليوم الهضم بأنواعه وفوائد القناة الهضمية وأذكركم أني قد تحدثت عن الهضم بشيء من التفصيل في لقاءات الماضية وتحدثت لكم أحباء الطلبة أن التغذية هو الحصول على المواد الضرورية لبناء الكائن الحي من أجل نمو الأنسجة وإعطاء الطاقة الكاملة التي تمكن الكائن الحي من أداء فعالياته الحياتية والكائنات الحية في مسألة الهضم ليست على نوع واحد فبعض الكائنات خاصة وحيدة الخلية والإستنجيات تكون هضمها داخلي وأقصد بالهضم الداخلي هو الهضم الذي يعتمد على أن يكون داخل الخلية معتمدا على تكوين فجوات غذائية هذه الفجوات الغذائية تستقبل الإنزيمات المحللة القادمة من الجسيمات الحالة التي قد انفصلت عن جهاز كولج بعد أن تفرز الجسيمة الحالة الأنزيمات داخل الفجوة الغذائية المؤقتة فإنها تحول جميع المواد الغذائية النافعة إلى داخل جسم الكائن الحي وتبقى المواد الضارة والفضلات ينطلق بها الفجوة إلى الجزء المقابل من الجدار فتلتحم مع الجدار وتطرح الفضلات خارج وبذلك يتم الهضم الداخلي وهذا ممكن أن يحصل في الكريات البيض التي تمتاز بقابلية البلعمة هذه ربما تسمعها في كتب العلم الحديث تسمى ظاهرة البلعمة وقد تحصل أيضا في خلايا بطانة الأمعاء حيث يتم فيها بعض الهضم الداخلي وهناك أنواع أخرى من الهضم سيتناولها الآن أحبة الطلب إذن الهضم هو على عدة أنواع أولا الهضم الداخلي الذي احتجنا فيه أولا إلى أنزيمات محللة قادمة من بعض العضيات احتجنا فيه إلى فجوة غذائية مؤقتة مع العلم أحبة الطلبة أن هناك فجوات عديدة في الكائن الحي ليست الفجوة الغذائية هي الفجوة الوحيدة في الكائن الحي هناك فجوة عصيرية تحوي بعض محتويات السايتوب لازم لتنشيطه وهناك فجوة متقلصة هذه الفجوة لها فائدة ضرورية بتخليص الكائن الحي أو الطليعي من الماء الزائد فلا يسمح بدخول الماء على حاله هكذا فزيادته يؤدي إلى انفجار الكائن وبالتالي هذه العضية المهمة تعمل على تخليص الكائن من الماء الزائد إذن هناك فجوات متقلصة وهناك فجوات عصيرية وهناك فجوات غذائية وهذه الفجوة الغذائية هي الفجوة المؤقتة كذلك أحبتي الطلبة الفجوات ليست على حجم واحد فالفجوات في الخلايا النباتية تكون فجوات كبيرة بينما تكون الفجوات في الكائنات الحيوانية فجوات صغيرة كثيرة العدد إذن أحباء الطلبة من هذا التوضيح البسيط فهمنا لماذا قلت لكم مؤقتة ولماذا قلت لكم هي فجوة غذائية الهضم الداخلي أيضا يحتاج إلى أن يكون الطعام أن يكون الطعام مقطع لأجزاء صغيرة فلا ينفع في الهضم الداخلي أن يكون الطعام كبيرا إذن أحبتي الطلبة السبب الآخر أو القضية الأخرى نحتاجها في الهضم الداخلي أن تكون الخلية نشطة يعني إنزيمات فاعلة وليست خاملة هذه بعض النقاط المهمة التي تجعل من الهضم الداخلي هضما ناجحا الهضم الآخر هو الهضم الخارجي أحباء الطلبة الهضم الخارجي الهضم الخارجي هو تخصص لبعض خلايا الجسم هنا يقصد به لمعاء أو المعدة أو ما شابه خلايا الجسم على اختلاف أنواع الكائنات هو تخصص لبعض خلايا الجسم بإفراز أنزيمات خارجية إلى الجوف المقابل من أجل هضم الطعام وتكسيره أنزيميا أنزيميا وننتبه إلى كلمة أنزيميا أحباء الطلبة بعض الكائنات تتخصص بالهضم الخارجي كما يحصل في الإنسان مثلا كما يحصل في دودة الأرض مثلا الهضم الداخلي قد نجده عادة في كثير من الكائنات وحيدة الخلية قد نجده الهضم الداخلي قد نجده في الإسفنجيات قد نجده في وحيدة الخلية أما الهضم الخارجي فنجده هنا في الكائنات الراقية نجده في الكائنات الراقية نجده أيضا في دودة الأرض هنا نجده في البلنارية هذه كلها توضيحات من أجل أن نستطيع أن نتأمل في هذه الكائنات وننظر إلى طرق تناولها أو طرق تعاملها مع الغذاء أحبة الطلبة بعض الكائنات تستطيع أن تهضم داخليا وخارجيا مثل الشعاعيات والديدان الخيطية الشعاعيات والديدان الخيطية تستطيع أن تقوم بالهضم الداخلي والهضم الخارجي معا يعني لا يعني قيام الكائن بهضم داخلي أنه لا يستطيع أن يقوم بالهضم الخارجي ويفرز الإنزيمات إلى الجوف هذا ليس صحيح فبعض الكائنات هنا كما ذكرت لكم بعض الديدان الخيطية وبعض الشعاعيات لا بل حتى بعض الديدان المسطحة هي البلدارية التي ذكرتها هنا هنا عندما ذكرت أنها تستعمل الهضم الداخلي لا يمنع أن تكون هي تستعمل في بعض الأحيان الهضم الخارجي ولكن الهضم الداخلي هو البارز يعني الذي يغلب عليها هو الهضم الداخلي ولكن قد تقوم بعض الأحيان بالهضم الخارجي بعض الأحيان لكن نحن نتعامل على ما يغلب عليها ولذلك صنفناها ضمن الكائنات التي تتعامل مع الهضم الداخلي سأعمل لكم أحبتي الطلبة مخطط بسيط يميز بين الهضم الداخلي والهضم الخارجي لأن هذا السؤال يكرر كثيرا لدينا في أسئلة الامتحانات نقول الهضم الداخلي وهنا الهضم الخارجي من خلال هذه الملاحظات البسيطة نستطيع أن نقول هنا يحدث داخل الخليل إنما هنا يحدث خارج الخليل قد يسألني الطالب يقول يا أستاذ ما المقصود بأنه يحدث خارج الخليل أقول له أن هذا الكائن يحوي جوف جسمي وهذا الجوف الجسمي الموجود تفرز عليه أنزيمات من جدار الأمعاء أو من الطبقة المعوية وهذه الأنزيمات توذيب الطعام داخل الجوف بعد أن أجعل أو أكمل هذا المخطط سأرسمي لكم نماذج لكائنين الهايدرا والبراميسيوم لكي أوضح لكم الهضم الداخلي مع الهضم الخارجي ولكن انتظروني حتى أكمل لكم بإذن الله هذا المخطط هذا يحدث في كائنات وحيدة الخليل هذا يحدث هنا في الكائنات وحيدة الخليل أما هنا يحدث في كائنات متعددة الخلايا يعني كائنات راقية ليست كائنات بسيطة كائنات وحيدة الخلية كائنات بسيطة ولكن الكائنات الراقية هي الكائنات التي يكون فيها عادة الهضم خارجي هنا أحبتي يحتاج إلى فجوة غذائية هنا يحتاج إلى فجوة غذائية بينما هنا تفرز الأنزيمات في الجوف الحاوي على الطعام من قبل خلايا القناة الهضمية يفرق هذا الكلام عن ما ذكرناه في الهضم الداخلي هنا أحبتي الطلبة الكلام هنا يفرق عن الكلام هنا في الهضم الخارجي وفي الهضم الداخلي انتبه ما يحدث هنا في فجوة غذائية شرحتها لكم سابقا أن الفجوة الغذائية يحصل فيها الهضم داخليا أما هنا في الهضم الخارجي فإن الهضم يحصل داخل الجوف كما سأوضح بعد قليل هنا تتخلص من الفضلات عن طريق الإخراج الخلوي هنا تتخلص أحبتي الطلبة من الفضلات عن طريق الإخراج الخلوي بينما هنا تتخلص من الفضلات عن طريق فتحة المخرج هنا كانت الطريقة ليست طريقة فتحة المخرج إنما عزيز الطالب كانت عن طريق الإخراج الخلوي انتبه تتخلص هنا من الفضلات عن طريق الإخراج الخلوي والإخراج الخلوي وضحته لكم أن الفجوة تبدأ عندما تنهي عملية امتصاص الطعام المفيد بعد أن دخلت عليها إنزيمات الجسيمة الحالة المتبقي داخل الفجوة يتقرب إلى جدار الخلية وثم يلتحم مع الجدار من الجهة الثانية فيخرج الطعام قد تسمى العملية قلت لكم بالبلعمة وعملية الإخراج تسمى الإخراج الخلوي أما عملية تناول الطعام تسمى الشرب الخلوي نسمى تناول الطعام البلعمة الإخراج في الطعام الإخراج الخلوي أما تناول الشراب الشرب الخلوي هكذا حتى نفرق بين الأسماء المهمة في هذا المجال هنا أعزائي الطلبة فرق آخر تعتمد على انزيمات الجسيمة الحال هنا تعتمد على إفرازات الخلايا في جدران القناة الهضمية إذن هنا اعتمدت على انزيمات حالة وهنا اعتمدت على إفرازات الخلايا في القناة الهضمية هنا أين تحدث؟ هنا تحدث في البراميسيوم مثال يعني وهنا تحدث في الهايدر نظف لها هنا تحدث في البلنارية هنا تحدث في دودة الأرض يعني هناك كثير من الكائنات التي يهمنا أن نتعرف عليها عند الحديث عن هذا الموضوع حباء الطلبة سأوضح لكم برسم بسيط يوضح هذه العملية بصورة سريعة جدا وسأرسم لكم أولا البراميسيوم كمثال على الهضم الداخلي براميسيوم كمثال للهضم الداخلي حباء الطلبة براميسيوم من كائنات وحيدة الخلية الذي يحوي على أخدود فمي يحوي أيضا على أهداب وهذا هو أخدود فمي يحوي على فجوات متقلصة يحوي على نوات كبيرة ويحوي أيضا على نوات صغيرة الفجوات المتقلصة هنا وهنا أحبتي الطلبة عندما يدخل الطعام إلى هذا الكائن من الداخل هنا يدخل الطعام تكون هنا الفجوة الغذائية تفرز عليها الإنزيمات هنا تفرز عليها الإنزيمات من الجسيمات ثم يتحلل الطعام ببساطة هذا هو الطعام في داخلها يتحلل الطعام يبقى هنا مادة خراجية بسيطة صغيرة هذا الطعام وهنا المادة الصغيرة المتبقية فينطلق إلى المنطقة المقابلة هكذا طارحا الطعام طارحا الفضلات خارجا ويلتحم مع جدار الجسم وهذا كمثال مبسط إلى الهضم الداخل أما الهضم الخارجي أحباء الطلبة فإننا نستطيع أن نرسم الهايدرا تحوي جسيم قاعدي وتحوي أيضا في داخلها على طبقة معوية طبقة معوية هذه الطبقة المعوية فيها خلايا هذه الخلايا هي التي تقوم بإفراز الإنزيمات المهمة في عملية الهضم هنا دخل الطعام دخل الطعام إلى الجوف هنا تحصل إفراز عليه من قبل خلايا الطبقة المعوية ثم يحصل الإخراج هكذا أعزاء الطلبة هكذا نستطيع أن نميز هذا هنا الهايدرا وهي مثال للهضم الخارجي نميز بفتحات إخراجية نميز بعدم احتياجها إلى أنزيمات داخلية هنا أنزيمات خارجية وأنزيمات داخلية نميز أيضا بأن هذا الكائن هو متعدد الخلايا بينما هذا الكائن كان وحيد الخليل بهذه الطريقة أحباء الطلبة سطعنا على عجالة أن نميز بين الهضم الداخلي والهضم الخارجي برسمين أيضا مهمة في الكتاب أرجو من أبنائي الطلبة أن ينتبهوا له جيدا عندما يراجعون أو يقرأوا كتابهم القناة الهضمية ما هي وظائفها دعوني أمسح اللوحة هنا وأذكر لكم بعض وظائف القناة الهضمية هل أن القناة الهضمية لها وظيفة واحدة أم لها وظائف منوعة ما هي وظائف القناة الهضمية أقول أولا جواب أولا القناة الهضمية فائدتها تجزئة الطعام من الذي يقوم بتجزئة الطعام قد يكون بالهضم الميكانيكي عن الأسنان أو تكون أيضا بالهضم الأنزيمي الكيميائي عن طريق الحوامض الموجودة وبالتالي تجزئة الطعام هي من وظائف القناة الهضمية ابتلاع الطعام ابتلاع الطعام أيضا وظيفة أخرى من وظائف القناة الهضمية لأن القناة الهضمية أحبتي الطلبة ليست جزئة واحدة يعني ليست مكان واحد هناك مناطق لاستقبال الطعام هناك مناطق لخزن الطعام هناك مناطق لامتصاص الطعام امتصاص الطعام والاستفادة منه إذن هي مناطق منوعة فلذلك امتصاص الجزئات أيضا يدخل في وظائف القناة الهضمية امتصاص الجزئات طيب بعد أن تمت التجزئة بعد الابتلاع والتجزئة وامتصاص الجزئات تكون وظيفة أخرى للقناة الهضمية هي طرح الفضلات إذن هذه هي الوظائف الأساسية للقناة الهضمية الوظائف الأساسية للقناة الهضمية عندي مناحظة جدا مهمة لاحظ العلماء أن القناة الهضمية في آكلة الأعشاب تكون عادة أطول بكثير من القناة الهضمية في آكلات اللحوم يعني عندما يكون الكائن يتناول الأعشاب كأن يكون مثلا السنجاب والغزال السنجاب والغزال قناتهم الهضمية طبعا أطول بكثير من الخفاش والذئب الذين يأكلون اللحوم والحشرات يعني أكتب هذه الملاحظة السنجاب والغزال الخفاش والذئب هذه آكلة أعشاب وهذه آكلة لحوم كيف تميز بين القناة الهضمية في الغزال مع الخفاش لا يقول الطالب أنا لست عندي في الكتاب هذه موجودة بالتمييز بين آكلة الأعشاب وآكلة اللحوم تنتبه عزيزي الطالب إلى الرشومات الموجودة في الكتاب فهو يوضح لك الفرق بين القناة الهضمية هنا والقناة الهضمية هنا تتميز هنا هذه الملاحظة تتميز القناة الهضمية في آكلات الأعشاب بأنها تكون طويلة ومتفرعة بينما تكون القناة الهضمية في آكلات اللحوم قصيرة إذا سألت لماذا نقول من أجل هض السيريلولز هذا هو الذي ننتبه له هذا هو الذي ننتبه له وضعته لكم بالخط الأحمر القناة الهضمية في آكلات الأعشاب تكون أطول من القناة الهضمية في آكلات اللحوم هذا ما يميزهم وهذا أيضا ما يميز طول القناة الهضمية في يرقات الضفادع عن الضفادع البالغة لأنه يرقات الضفادع تتناول الطحالب النباتية بينما الضفادع الكبيرة تتناول الحشرات يعني ما الذي يميز ما الذي يميز يرقات الضفادع أو يسموه الدعاميص عن الضفادع الضفادع البالغة أقول صغار الضفادع أو الدعاميص تكون قناتها الهضمية صغيرة لأنها تتغذى قناتها طويلة صحيحة نقول قناتها طويلة لأنها تتغذى على الطحالب وهي نباتات بينما تكون الضفادع البالغة الضفادع البالغة تكون قناتها الهضمية صغيرة لأنها تتناول الحشرات من هذه الملاحظة البسيطة عزيز الطالب وضحنا أهم ما يميز القناة الهضمية في آكلات الأعشاب عن آكلات اللحوم كالخفاش والذئاب وما شابها من هذه الملاحظات تبين لنا أن وظائف القناة الهضمية ليست تجزئة الطعام فحسب ولكن ابتلاعها وكذلك امتصاص الجزيئات المهمة بعد أن تكسر الطعام إلى جزيئات أبسط وكذلك أيضا التخلص من الفضلات عن طريق المخرج أو عن طريق الإخراج الخلوي وعرفت لكم وبينت لكم الفرق بينهما بين الإخراج الخلوي وبين طرح الفضلات عن طريق المخرج أحبة الطلبة هذا هو ما يسمح به وقت درسنا لهذا اليوم الذي بينا فيه الهضم على أنواعه بينا فيه الفرق بين الهايدر وبين البراميسيوم كونها كائنات وحيدة الخلية أو كائنات متعددة الخلايا أسأل الله عز وجل أن يكونوا مستمعي الأفاضل ومشاهدي الأكارم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه السلام عليكم اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر